8 يناير 2012 يوم جميل وجديد نتنا أسفين طبعاً إن كان فيه مشكلة فنية كده في بداية اليوم النهاردة تمنى إن احنا نكون حضراتكو سمعيننا وشايفيننا كويس على الهوى مباشرة من نايل لايف وبرنامج نهارك سعيد معي النهاردة فقرة الصحافة ضيفي الأستاذ شريف سمير رئيس قسم الشؤون العربية بالأهرام الدولي سبعة الخريفة سبعة نور أنا أستاذ ليه الشرف أن أنا أجلس أمام سيادتكم لأول مرة أتعرف على حضرتك يعني لا شرف أهلا بك فان عندنا سبع أخبار متنوعة من عدة جرائد من اليوم السابع صفحة أولى الجنزور يزور الأمن المركزي قبل أسبوعين من مظاهرات 25 يناير الشروق صفحة أولى 70% من البرلمان للإخوان والسلفيين الأهرام صفحة أولى روسيا تدعو لمراعاة سن مبارك وفرنسا وألمانيا ترفضان الإعدام المصر اليوم صفحة أولى بالصور جرد قصور الرئاسة طحف مرصعة بالألماص في عبدين واستوديو تلفزيون وترابيزة كمار في مصر الجديدة الوافد صفحة أولى الأهل يخسر بالضربة القاضية أمام بايرن الألماني طبعا بايرن من ينخ الألماني والزمالك يتخطى دجلة بصعوبة من الشروق صفحة أولى استدعاء نور وحمزة لسماء أقوالهما في أحداث مجلس الوزراء الأهرام صفحة أولى احتفال غير عادي بأعياد ميلاد هذا العام الإخوان والمجلس العسكري ومرشوح الرئاسة شاركوا وغاب السلفيون سازي العزيز اليوم السابع صفحة أولى جنزوريزور الأمن المركزي قبل أسبوعين من مظاهرات 25 يناير تفتكر ليه راح زرهم لا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتوقع أنه هو الجنزوري بيحاول يتبع سياسة التهدئة في الشارع يعني فممكن يكون بيدي بعض التعليمات الواضحة للأمن المركزي أنه ما يبقاش فيه أي مصادمات أو أي احتكاك بالشارع بالشارع في 25 يناير ده اللي أنا أتوقعه لأنه هو عاوز يدي الرسالة للرأي العام بأن ممكن 2012 تبقى مختلفة عن 2011 يعني اللي حصل في 25 يناير 2011 ده كان سابقة تاريخية بكل المخييس يعني نقطة فاصلة في تاريخ مصر فهو أنا أعتقد أن الزيارة دي زيارة تيكتيكية الهدف منها يعني التهدئة والهدف منها تعليمات واضحة لعناصر الأمن المركزي أنه ما يبقاش فيه يعني يبقى فيه امتصاص للشارع المصري على قد ما يطر ده اللي أنت أتوقع سيد شريف آآ يعني رسائل كتيرة قوي على الفيسبوك ودعوات كثيرة من بعض الطيارات إحنا مش عارفينهم مين يعني أنا سمعت 6 أكتوبر مثلا بيقول لا إحنا مش عايزين كده اللي أنا هقوله دلوقتي عدد كبير جدا من الاتلافات الثورة بيقولك لا إحنا مش عايزين كده اللي بيتقال وفيه دعوات كتيرة قوي إن احنا يوم 25 يناير فيه مظاهرات مش سلمية وفيه مظاهرات إنه لا المجلس العسكري مش عارف لازم يسلم السلطة دلوقتي بدلا مش قادرين يستنوا يعني خمس شهور طيب فيه حالة كده المفروض بدلا من نبقى سعداء وبنحتفل ب25 يناير بكلنا من إخوان مسلمين لسلفيين للليبراليين لكل فئات الشعب المصري مفروض نحنا كلنا بنحتفل بصورة 25 يناير وننزل بقى يعني نرقص حتى في الشارع ونبقى مبسوطين فيه حالة خوف وحذر لا هي حالة رفض يعني هي مش حالة خوف بقدر ما هي حالة رفض لوجود المجلس العسكري وحالة رفض الوجود كمال الجنزوري وحالة رفض الوجود أي بقايا من بقايا العهد السابق دي يعني النغمة اللي بيدرب عليها بعض الطيارات سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والحاجات دي على أساس إنها ايه بتأثر شوية وبقت ايه يعني انت عارف حضرك بقى فيه مثلا بتلجأ للحن انت بتعذفه باستمرار عشان بيجيب نتيجة إلى حد النار بس كم انت بتعذفه بيفقد مفعوله بيفقد سحره وفي الآن ده برضو فيه نقطة مهمة جدا يعني إذا كان فيه طيارات بتنادي إنه يبقى فيه مزال غير سلمية يعني ايه غير سلمية؟ يعني انت عايز تبقى فيه الشارع مشتعل زيادة طب إيه هدف من ده كله؟ مش عارف إحنا خلاص مش عادر يفهم لا هو هو أولا بيبقى فيه بعض وعلى فكرة بدون قطع كلامك كثير من المسؤولين إذا كانوا في المجلس العسكري يعني جيش أول الشرطة بيقولك إحنا هنروح نأمن الأماكن الحيوية يعني فيه إحساس إنه ممكن يبقى فيه حاجة صحة لا طبعا فيه بس أصل أقول لك على حاجة دلوقتي مصر دلوقتي بتمر بمرحلة مفصلية جدا ففيه أي نوع من عنوى الاختراق وارد جدا إنه هيحدث في الفترة اللي جاي وارد جدا إنه يبقى فيه بعض الطائرات الهدامة هتحاول بقدر الإمكان إنها تسير الرأي العام زيادة أو تشعل الموقف في 25 يناير أنا شايف إن 25 يناير المقبل ده لازم يمر كاحتفالية بسيطة جدا بس مش احتفالية بمعنى الرأس وبمعنى الاحتفالية إحنا لسه الصورة بتاعتنا ما نكهدش المفروض إنه إحنا بنذكر العجل الشارع بما كان في 25 يناير 2011 وفات سنة ومطالبين إنه إحنا نجدد المطالب نجدد نعرف بالضبط إحنا نعمل إيه ومطلوب مننا إيه خصوصا إن ده مرتبط بالخبر اللي بعد كده في جالية الشروق اللي بيقول 70% من البرلمان للإخوان والسلافين نعم الشروق صفحة أولى 70% من البرلمان للإخوان والسلافين ده الخبر الثاني معانا لكن ماشي إنت عايزت على طول الموضوع البرلمان للإخوان والسلافين واقع وشعبنا هو اللي اختاره وكلنا محترمين البرلمان اللي جاي إزاي إن إحنا رايحين ومشيين ناحية البرلمان والحياة المفروض إنك إنت تبقى خلاص سياسة وبقى واستقرار أو أنا ما احترامت حضرتك كأنا مش نفس الوقت عملين يقولوا لا إحنا هننزل ندمر وعايزين إن إحنا المجلس مش عارف إيه عسكري إيه يعني أنا مش بنقل بقادر ما أنا بربط يعني الفكرة إن 25 يناير خلاص إحنا دلوقتي دي رسالة بقى أخرى نوجهها لمن نجحوا في الجولة الأولى من معركتنا الكبرى الجولة الأولى بتقول إيه إن إحنا خلاص شكلنا برلمان الصورة لكن برلمان الصورة ده عشان يكتسب فعالية يبقى لازم كل البرامج اللي كان بيقدمها السلافين والإسلاميين ممثلين في حزب الحرية والعدالة وحزب النور نتحاول بقى لإيه لأفعال تتحاول بقى إيه للنتيجة أنت دلوقتي نجحتوا في البرلمان بعد ما كنتوا محظورين على مدار سنين وبقيتوا كنتوا معزورين سياسيا أهو جتلكوا الفرصة أنتوا تثبتوا أنتوا كسبتوا ثقة الشارع والمجلس العسكري حيقف وراكوا باعتبار أنتوا اكتسبتوا شرعية نشوف بقى أدأكوا البرلماني شكله إيه أنتوا ممثلين لنا في البرلمان هتبدأوا إزاي تتعاملوا مع الملفات المهمة إزاي هتعالجوا مشكلة البطالة إزاي هتتعاملوا مع ملف التعليم اللي هو بنعاني منه وقالنا سنوات إزاي هتتعملوا مع ملف الطاقة طاقة النظيفة والحديد اللي كان موضع احتكار من عز وشركات عز وكده تبدأ أنت تتعاملوا مع الملفات الشائقة علشان نبدأ نقول هل أنتوا استحقيتوا منصب البرلمان ده عن جدارة أو لا فهو ده عزيم عزيم آآ قبل ما سيب الخبرين دول ونخش على الخبر الخاص بمحاكمة مبارك وآراء روسيا وفرنسا وألمانيا هل تتطفق معايا إن احنا لازم نعلن من قبليها بكتير للناس اللي مش عايزة استقرار لمصر الناس اللي مش عايزة خير لمصر يا جماعة يوم خمسة وعشرين اللي هيقرب من اماكن حيوية هيتضرب على النار من دلوقتي. مم? انت معايا ان احنا لازم نقول الكلام ده من دلوقتي ولا لأ? انا اقول حدركة الحاجة انا انا بشكل شخصي ضد دلوقتي. انا مش عايز وزير الداخلية الحالي اللي انا شايف انه هو كويس. امم. الاقيه في السجن كمان شوية. اه طبعا. انا فقم وجد. يعني. يعني. انت حضرتك. انا ممس سيادة الدولة باماكنها وا وا وا. حيتضرب عليكم النار من دلوقتي عشان تبقوا عارفين. والله انا مسدح حضرتك وعارف كويس اوي ان الدفع اللي حالك بتتكلم من خلاله وهو دفع الاستقرار. امم. ان الدنيا تهدى. ولازم بقى فيه اه حزب علشان نقطع الطريق عن اي حاجة. امم. انا ضد فكرة التظاهر من بعد بالزبط تنحي حسن مبارك في اطنق 11 الفبراير. انا كنت ضد فكرة ان ان يبقى فيه مطالب فقاوية. لانك انت عشت تلاتين سنة محروم. فلما بعد تلاتين سنة كل مطالب فقاوية خرجت زيادة. عشان بمنطقة اللي انت مش هتقدر تاخده دلوقتي مش هتاخده بعدين. ففكرة التظاهر وفكرة ان فعلا يبقى فيه عنف وفيه اصارة للشغف الفترة المقبلة دي فكرة مرفوضة. احنا بلدنا دلوقتي المطالبة انها تهدى. والمجلس العسكري الزم نفسه بموادة معينة. ايه هي? هي الست شهور. في شهر الستة هيسلم السلطة. خلاص. نضوع انتهى. فانا لأ خمسة وعشرين اناير لابد ان يكون احتفالية تسكيرية بما حدث في العام الماضي. تمام. ورسالة واضحة لكل من يحاول يسير الشغب. ممنوع منعا باتا وجود فوضى او اي اصارة للعنف. اما المظاهرات السلمية فاهلا وسهلا بك انك انت اتعبر عن رأيك باي شكل يكون. انما بدون عنف وبدون تهجم على مصالح البلد. الاهرام صفحة اقول روسيا تدعو لمراعاة سن مبارك. وفرنسا والمانيا ترفضان الاعدام. مم. رأي حضرتك ايه? او في الخبر ده يعني. انا مش عارف ازا كان رأي ده ممكن يكون صادم لبعض الناس ولا انا ما اهمينش خلاص انه مبارك اه يتحاكم ويروح في اي حتة. لانه هو اساسا اتحاكم في اليوم اللي خارج كتير مظاهرات عشان تنادي برحيله. مستاذ شريف انا يعني يعني مع احترام الكلامك. مم. في ناس كتير اوي امهات كتير اوي شهداء ليهم يعني عندهم مرارة. اه طبعا لا انا معضر ده. اه. لا ده شيء موضوع. لا وهو لازم يحاكم. يعني اقول لك عليك على حاجة. ايه احنا عايزين نحاكم مبارك بتهمة اه بتهمة اه افساد الحياس السياسية والتورط في قتل المتظاهرين. وموضوع الغاز. وموضوع الغاز. يعني فيه اسانية قانونية ممكن تخلي مبارك والعصابة بتاعته يخرجه باخف باخف الايه الاحكام. لكن انا شايف ان هو سياسيا دخل التاريخ من من اسوأ ابوابه. يعني ان هو اساسا قدام التاريخ وقدام شعبه. هذا الرجل حافست سياسيا. وعلى فكرة مصيره الحالي ده اسوأ من اي مصير. لما روسيا تدعو لمراعات سن ومبارك انا مش متفق مع هذي المطالبات. مفيش حاجة اسمها سن ومبارك. وما فيش حاجة اسمها يعني ترفضان الاعدام. لان اوروبا ما فيهاش عقوبة اعدام. تمام. يعني هم بيكلمهم بموافقا لقوانينهم هم. احنا عندنا عقوبة اعدام. بس انا مش هستفيد حاجة من اعدام مبارك. ومش هادر اسبط ان هو يعدم. لكن انا التصوري الشخصي. انه مبارك هياخد حكم معين. ولو ما خدش حكم انا مطالب ان انا اخد حكم قضائي عادل علشان استرد الاموال المنهوبة. نعم. اللي تم اخفاءها في الخارج. ده صحيح. هو ده المكسب الحقيقي من محاكمة بورك. مم. لكن مكسبه ان انا اشفي غليلي في ان هو يعدم. مم. مش هو ده الاعدام. انا مش هادر اسبط حقوبة الاعدام لان دي محتاجه اصدق اصدق قرنية. طبعا. لكن هو كل راعن وكل مسؤول عن رعياته. هو. اذا كان هناك متظاهرون. مم. قتلوا. مم. فطبعا هو مسؤول. مم. فبتالي هو مسؤول قدام ربنا قبل ما يكون مسؤول قدام القدام. محمد شريف هو احنا لما بيحصل عند روسيا ولا فرنسا ولا ألمانيا اي. اي حكمة عندهم في اي حد او اي مسؤول او اي حد يعني. بينوحوا نتدخل نقول لهم يا جماعة والنبي ما تعدموش الراجل او ما تستخلوش السجن. لا احنا مابيدخلش بس احنا من من زمان جدا مصر تحط تحت الوصاية الاجنبية بفترة طويلة. مش دي خلصت بقى ولا ايه? راح زمانها يعني. اه طبعا. ده اول مفروض على على فكرة أنت لما كحكومة انتقالية أو كمجلس عسكري قائم على الحكم دلوقتي أبسط رد يقول ده شأن داخلي لكن تتوثقه تماما أن العدالة ستأخذ مجره المصر اليوم صفحة أولى بالصور جارد قصور الرئاسة تحف مرصعة بالألماص في عبدين وستوديو تلفزيوني وتراليزة كمار في مصر الجديدة هي دي كانت مصر القديمة يعني هي دي كانت مصر القديمة فعلا قبل 25 نايم لمدة 30 سنة يعني ده شيء متوقع جدا لأن كل في يعني زبانية العهد الماضي كانوا كلهم متناعمين في ده اليخوت اللي موجودة على المرسى قصر جمال مبارك اللي هو أساسا بيتداولوا موقع الفيسبوك على طول ده شيء طبيعي على فكرة أنا كنت أقترح بقى أن بعد الجارد ده كله فيه يعني يتم بقى إيه اتفاق لأن مجموعة من التحف ده يتم التحفظ عليها بقى في المتحف المصري لقيمتها الكبيرة جدا نعم وجزء منها بقى يا ايما يتعرض لمزاد علني نعم مزاد علني بقى كده يتباع ويتاخد منه الفلوس الفلوس يتخش خزانة الدولة وتصب فيه مصلحة القطاعات الايه اللي بتعاني من ضعف الرأيين واردين لكن أنا بصراحة مش مع الرأي أنه هو أبيع يعني إننا نحن نحتفظ بيها والناس تيجي تتفرج عليها ماشي من المصريين مهتمين طبعا بالأهل مبارح والزمالك جريدت الوافد صفحة أولى الأهل يخسر بالضربة القضية أمام بايرن الألماني والزمالك يتخطى دجلة بصعوبة أنا معترض على العنوان ده إن الأهل يخسر بالضربة القضية لأن معنى الضربة القضية إن أنت كانت فيه ضربات متوالية وضربة القضية قضت عليك أنا شاف إن الأهل خسر بنيران صديقة لأنه خسر بقدم أحمد السيد في الهدف الأول وخسر بدراع تشريف إكرامي في الهدف الثاني يعني لا الأهل يقدموا برحلوة جدا بل بالعكس الهدف بتاعه اللي هو أبو تريكا وبركات السنائي الجميل دوت الأهل كان أحسن بكتير من الجنين بتوع بها المنخ وكان الأهل يند قوي جدا وإزا مالك الحياة كان عامل توليفة كويسة جدا وأنا شاف إن كابتن حسن شحاته حيقدر يعمل نتائج مبشرة سريعا جدا لأنه وقت يخلص الشروق صفحة أولى استدعاء نور وحمزة لسماع أقوالهم في أحداث مجلس الوزراء آه طبعا وربنا نسطل لأن التحقيقات ملتبسة من داش نعرف الحياة دلوقتي والحياة مش هتترف إلا بعد شوية عظيم الأهرام صفحة أولى احتفال غير عادي بأعياد الميلاد هذا العام الإخوان والمجلس العسكري ومرشوح الرئاسة شاركوا وغابة السلفيون فيه فتشر حلو جدا في المصر اليوم كمان على الموضوع الدوات حضرت قارن بين الصورة في 2011 والصورة في 2012 كان جعلاء والناس قاعدين نفس الرجل اللي بيبخر جمعه بزفة العداء المجلس العسكري نفس الرجل بيبخر يعني شلنا أحمد حطنا على حج أحمد ما بيش مشكلة خالص بس كل دي رسائل برضو بيوصلوها كل اللي بيتنفسوا على الساحة السياسية نعم إن الأقباط احنا عنا عليهم نعم والوحدة الوطنية احنا متمسكين بيها وقفلح إن صدق يا رب تستمر الوحدة الوطنية يا رب يبقى دايما زي ما على مر السنين كلها المسلم والمسيحي إيد واحدة زي ما دايما في الصورة وكان قبل الصورة كمان بيتقال بإدنا كلنا ونتمنى دائما الخير لمصر وكل سنة وأقباط مصر كلهم بألف خير يا رب العالمين يا رب أستاذ شريف سمعت عن كتاب طوله ربعمية وطمانتاشر متر وعرضه تلتمية سبعة وسبعين أنا سمعت هو دخل ما سمعت جنس ولا إيه سمعت على الكتاب ده أنا سمعت بس كنتش فاكر مش عارف تفاصيله بالزبط يعني بس هو إيه على الكتاب عبارة عن إيه يعني ده كتاب علمي ولا كتاب تاريخي ممكن أشوأك إنك إنت ما تمشيش بعد الفقرة دي وتقعد تسمع الضيف اللي جاي حيتكلم عن هذا الكتاب وهذا الكتاب عن الرسول الرسول المحمد عليه الصلاة والسلام أكبر كتاب في العالم دخل منصوع الجنس هو الفقرة الجاية شكرا جزيلا أستاذ شريف سمير رئيس قسم الشؤون العربية بالأهرام الدولي شكرا جزيلا لحضرتك الله يخليه كل سلام الطيبين ومصر كلها بخير يا رب بسيفا فاصل ورجعين حالا